اذا كان هناك سؤالا تطرحونه كل يوم فهو الطعام اليومي الذين تناوله هل يمكن ان يحتوي على مواد تتسبب بالسرطان عندما كان ابويك في الصغر لم يكن احد منهم يشعر بالخلق تجاه الاطعمة التي تسبب السرطان لقد كان الناس يأكلون الاطعمة الصحية والاكثر لقاء اليوم يصعب تحديد ما يجب الابتعاد عنه حقا بينما انكم تعتقدون انكم تفعلون الشيء الصحيح لصحتكم ولكن ماذا اذا قلنا لكم انكم تستطيعون تقليل احتمالية اصابتكم بالسرطان للنصف وان درهم وقاية خير من قنطار علاج ولذلك نقدم لكم هذه الاطعمة الخمسة عشر والشائع والتي هي من اكبر مسببات السرطان والتي ربما تتناولونها كل يوم اولا الطماطم المعلبة لقد سمعتم على الارجح كيف ان مادة الليكوبين المغذية في الطماطم تقلل من مخاطر الاصابة بالسرطان ولكن اغلب اطعمة المعلبات هي موضع شبهة بسبب احتكاكها من داخل العلبة وبما ان الطماطم حمضية جدا والغطاء الداخلي لكل اطعمة المعلبات تقريبا تدخل في صناعتها مادة كيميائية وتتفاعل هذه المادة السامة مع الطماطم نفسها وقد تم ربط هذه المادة السامة بمختلف انواع السرطان وامراض القلب والمشاكل الانجابية في المرة القادمة فضلوا الطماطم الطازجة عند الشراء او الطماطم المحفوظة في اوعية زجاجية فهذا افضل لكم ولطعام اولادكم ثانيا الفشار المعد في المايكرويف يسبب الفشار المعد في المايكرويف سرطان الرئة حول العالم وتعود الاسباب بدءا من الاكياس المبطنة بالمواد الكيميائية الى مكوناتها الذورة والزيت وتم استخدامهما هما من المنتجات المعدلة جينيا كما ان البخار الناتج من نكهة الزبدة الصناعية يحتوي على ثوناء الاستيل وهي مادة سامة للانسان جهز الفشار على الطريقة المنزلية التقليدية فهي الاذ طعما ولا تنتج ابخرة سامة وتكون صحية لجسم الانسان ثالثا مشروبات الصودة تم ملاحظة ان الاشخاص الذين يستخدمون اكثر من علبة من الصودة في اليوم يرتفع لديهم خطر الاصابة بالجلطة الدماغية فمشروبات الصودة المشبعة بالسكر هي مصدر للسعورات الحرارية الفارغة التي تسبب زيادة في الوزن وتساعد على انتشار وباء البدانة وعندما تشربون كميات كبيرة من هذه المشروبات يمتص الجسم السكر الموجود فيها بسرعة مما يرفع السكر في الدم بشكل سريع وهذا يؤدي فيما بعد الى التهابات والى مقاومة الانسولين وتكمل مشروبات الصودة غالبا وراء مشاكل ارتداد الحمض من المعدة الامر الذي لا يسبب الاما فقط لكن حروقا فعلية ايضا في المريب رابعا لحوم مصنعة انها قائمة طويلة تحتوي على سبيل المثال النقانق لقد اعلن الباحثون ان كميات الملح الزائدة والمواد الكيميائية المستخدمة في تصنيع اللحوم يمثل خطرا على الصحة وقد اظهرت الدراسة ان شخصا واحد من كل 17 شخصا شارك في الدراسة قد مات والذين تناولوا 160 جراما او اكثر من لحوم مصنعة ارتفع خطر الوفاة المبكر لديهم بنسبة 44% من الان الى اثنى عشر سنة مقارنة بمن تناولوا عشرون جراما او اقل تمت هذه الدراسة التي ذكرناها لكم على اشخاص من عشرة دول اوروبية واستغرقت حوالي 13 سنة وكل انواع اللحوم المصنعة تحتوي على العديد من المواد الكيميائية والمواد الحافظة التي تعطيها هذا الشكل شهي والطازج ولكنها مواد مسرطنة معروفة جدا كذلك اللحم المدخن يكون مسموم بشكل خاص لانه يمتص القطران خلال عملية التدخين نفس المادة القاتلة في دخان السجائر خامسا اسماك المزارع مع ان الاسماك هي افضل الاطعمة المفيدة للصحة فانكم يجب ان تتجنبوا اسماك المزارع وهذه الاسماك يتم تغذيتها باطعمة مصنعة ومواد كيميائية ومبيدات حشرية ومضادات حيوية ومواد اخرى مسرطنة ومعروفة وهي تعيش متلاصقة بكثافة عالية مما يتسبب في اصابتها بالتقيح والصديد بمعدل اعلى بثلاثة اضعاف اعلى من الانواع البرية الاخرى هذا لا يثير الشهية اليس كذلك علاوة على ذلك فقد اظهر الدراسات اخرى انه في المزارع يحتوي على نسبة عالية من مادة البي بي سي الزبق ودي يوكسين المسببة للسرطان تجنبوا سمك المزارع اختاروا تناول السمك البري الذي يصطيد من البحر سادسا الشبسي طعم الشبس الذي تتذوقه هو طعم صناعي ايا كان هذا الطعم بالاضافة الى مواد حافظة عديدة وهذا بعيد الاف الاميال عما يحتاجه جسمنا وهي بطاطس مقلية على حرارة عالية لتصبح مقرمشة لكن هذه الطريقة في القلية تتسبب ايضا في ظهور مادة مسببة للسرطان معروفة سابعا الزيوت المهضرجة لنبدأ بتوضيح ان كل الزيوت المهضرجة هي زيوت نباتية ولا يمكن استخراج زيوت نباتية بشكل طبيعي مثل ما نفعل مع الزبدة والزيوت النباتية يجب ان تستخرج بشكل كيميائي ثم يتم تحويلها لتصبح مقبولة للمستهلك لذلك يزال منها الرائحة واللون ليصبح شكلها جذاب للمستهلك وحيث ان اي اطعمة مصنعة يجب اجتنابها قدر استطاعتكم حيث يتم استخدام الزيوت المهضرجة لحفظ الاطعمة المصنعة وللمحافظة على شكلها الجذاب اطول مدة ممكنة وهي تؤثر على مرونة وحركة اعضائنا الداخلية ولهذا هي مرتبطة بالسرطان كان هذا الجزء الاول من الفيديو وسنوافيكم بالجزء الثاني تباعا ولا تنسوا الضغط على زر الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته